بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه نحن نعرف المرض في القرآن الكريم في قصص الأنبياء ونرى نبياً قد ابتلي بمرض عضال أقعده ونرى هذا النبي وهو يشفى لكن عندما ندرس حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام سنجد عندنا أسوة وقدوة حسنة هذا الإنسان المريض المصاب بمرض ومصاب بأمراض ومعه شيخوخة وهذه الأمراض لا تفارقه وهذه الأمراض لا يكاد ينتهي من واحد حتى يبدأ واحد هذه الحياة الأخيرة نوعية الحياة الأخيرة التي يعيشها الإنسان قد يجد فيها العناء والتعب طيب الأنبياء والرسل هؤلاء وعلى قمتهم المصطفى عليه الصلاة والسلام هل كانوا بمنجات من مثل هذه الآلام وهذه العذابات التي يتعرض لها الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته ابتلي بأمراض كثيرة وهذه الأمراض كان الأطباء لا يفارقون بيته عليه الصلاة والسلام يعني بعض المؤمنين يعتقد أن بعض الرقى بعض الأشياء البسيطة تحل كل الإشكاليات لو كانت تحل كل الإشكاليات لما ابتلي الرسول صلى الله عليه وسلم بها ولا وجد هذه الحلول البسيطة المنتشرة ولما استعان بالأطباء من كل صوب وحد يفاضل بينهم كما تقول عائشة ويرى من هم أكثرهم خبرة ليقدم له المعونة والمشورة في حياته وعائشة تقول تعلمت الطبابة من كثرة ما كان يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأطباء إذن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأواخر عمره كانت الأمراض تترى عليه عليه الصلاة والسلام الصبر والاحتساب لم يقل كيف وأنا رسول تصيبني هذه الأمراض لا هو بشر من البشر تعاني ما يعانيه البشر يقدم لهم القدوة في كل حال فالمصطفى عليه الصلاة والسلام قدم لنا قدوة كبيرة في مرضه وفي صحته في مرضه عليه الصلاة والسلام لم يتأفف ولم يتظلم حمد وشكر وعاش المرض كما عاش الحياة والصحة كما عايش الانتصارات والهزائم عاش هذه الحياة الطويلة وفي آخر مرضه في قصة مرضه كان مرضه شديدا جدا حتى كان يفقد الوعي ثم يعود له الوعي مرة أخرى إذن مرضه كنبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى كان يمكن أن يقدم لنا نبيا معافا من كل الأمراض لكنه قدم لنا نبيا يصاب بالأمراض مثله مثل غيره من البشر ويعاني في آخر حياته ما يعانيه كبار السن في آخر حياتهم هنا تأتي القدوة للمصطفى عليه الصلاة والسلام في المرض نجد الرسول صلى الله عليه وسلم نال نصيبه من المرض وقدم المثال في الصبر والاحتساب على المرض دون تأفف ودون ضجر وفي كفاح في الأسباب ودعوة للأطباء المهرة ليقوموا بدورهم في هذه الحياة لم يعتمد فيها لا على جن ولا على سحرة ولا على خرافات وأوهام إنما اعتمد فيها على الطب في عصره وبعد الله سبحانه وتعالى على أن يجد العون ووجد ما وجد من العون ولكنه بقي مريضا وبقي المرض مصاحبا له حتى وفاته عليه الصلاة والسلام ولنا في رسول الله أسفة حسنة في كل موقف وفي كل مجال من المجالات فحياته قدوة لنا ومره أيضا قدوة لنا كيف نتعاطى مع المرض وكيف نفسر الأمراض في إطارها وكيف نتعامل مع الحياة بشكل سوي وصحيح وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته